في أقصى نقطة حدودية تقع هذه الرقابة على الحدود السعودية اليمنية ويرابط بها رجال استعدوا لتقديم أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم فهم رأس السهم في الحرب على المعتدي داخل الرقابة ينقسم المرابطون إلى فريقين فريق يزاول مهام عمله في مراقبة الحدود وفريق يتسلى بتبادل الأحاديث وتذكير بعضهم بفضل الجهاد والرباط في سبيل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كتابات ملأت حوائط الرقابة سجلها المرابطين تذكيرا لهم ولزملائهم من بعدهم فيصل البيشي مرابط في هذه الرقابة يصف تواجده هنا بالشرف العظيم الله الحمد لله يعني ما في تذمر هذا شرف لنا قبل أي شيء وإن شاء الله أنا على باب من أبواب الجهاد والأجر موجود بإذن الله محتسبين الأجر أولا وثانيا ونعين بعض نذكر بعض بفضل الجهاد في سبيل الله وإن شاء الله نكون بنائين يعني شيء جميل أنك تموت من أجل وطنك والأجمل أنك تعيش من أجل أباك ويتذكر أحد العمليات التي قام بها مع رجال هذه الرقابة من ضمن المواقف رصدنا يمكن في الساعة ثنتين بعد منتصف الليل محاولة تسلل مشاه متسللين شخصين من العدو وتوقعوا أن يكون الرقابة ضعيفة أو البحث ضعيف لأن الجو كان بارد جدا وكانوا خلف ساتر اللي هو ساتر طبيعي حص كبير رصدناهم وحاولنا نعطيه الأمن للعدول ما فيه أحد مراقب ولا أحد انتبه لهم ولما نتعدى سبع خطوات عن الساتر هذا الفرد الأول تعاملنا معه بالسلاح المناسب المسافته والحمد لله دمرناه والثاني اللي خلف الساتر رفع راسي بيتأكد من الخوية وتعاملنا معه بفضل الله تم تدميره مثلهم ومن داخل هذا المكان قصص تروى وبطولات تسجل سيخلدها التاريخ للأجيال القادمة خالد الربعي الإخبارية الحد الجنوبي